السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم النهاردة جايب لكم كشف اكسل عبارة عن تحليل لنتيجة الدور الاول لو انت عايز تعمل تحليل النتيجة بشكل بسيط وسهل جدا تابع معي الفيديو دالنهاية انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود في البداية وقبل ما نبدأ الشرح ياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد وكمان اعمل لايك للفيديو وشاركه مع كل اصحابك طبعا كلنا دلوقتي بعد ما انهينا الاختبارات اكيد عايز تعمل تحليل للنتيجة عايز تعرف كم طالب جايب الف كم طالب جايب باء وهكذا وكمان تعرف نسبة التفوق والفقة المتوسطة والنسبة المتدنية ده كله ممكن كمان تعمله رسم بياني بكل بساطة انا طبعا عملت كشف جاهز والكشف ده ممكن تستعين به لانه هسيب لك الرابط في صندوق الوصفة اسفل الفيديو تقدر تحمل الكشف وكل المطلوب منك بس ان انت تكتب اسماء طلابك هنا او تنسخهم من الكشف الاساسي اللي عندك اللي فيه اسماء طلاب وكمان درجاتهم وبعد كده تلقائيا البرنامج بيحول لك الدرجة الى الف وباء وجيم ودال وهاء الالف اللي هو المتميز من تسعين الى مية والباء اللي هو الجايج جدا من تمانين الى تسعة وتمانين ونص وبعد كده الجيم اللي هو المتوسط من خمسة وستين الى تسعة وسبعين ونص والدال اللي هو المقبول اللي هو الضعيف او المقبول والهاء للأسف اللي هو لم يحقق المستوى المطلوب وده بيكون اقل من 50 طبعا البرنامج مهيئ او الشيط ده مهيئ انه بيحسب لك على طول تلقائيا من غير اي تعب منك يعني مثلا لو جينا شوفنا الدرجة دي الطالب هنا جايب 89 لو خليته مثلا جايب 95 تلقائيا هيتحول الى الف وعدد الالف هنا هيزيد يعني كانوا 8 اصبحوا 9 والباق هنا هيقل خلونا مثلا نفكر مرة تانية رجعها الى باق وركزه الباق هنا 11 لو انا رجعتها الى باق مثلا 85 هتلاقي الباق اصبح 12 والالف ال اصبح 8 وتلقائيا بيغير لي الرمز هنا وبيغير لي لونه كمان عشان يكون مميز وقدر اعرف كل شيء يعني كل المطلوب منك ان انت بس هتكتب درجات اسماء الطلاب ودرجات الطلاب طبعا الحاجات دي كلها معمولة بدوال يعني مثلا التقديرات اللي الف وباق وجيم وده معمولة بدوال زي ما انتم شايفين هنا دلة اف وطبعا هنا القيم دي انت ممكن تغيرها انا مثلا بقول له لو كانت الخلية دي اقل من خمسين هيكتب لي ها ولو كانت اقل من خمسة وستين هيكتب لي دال ولو كانت اقل من تمانين هيكتب لي جيم ولو كانت اقل من تسعين هيكتب لي باق وغير كده هيكتب لي الف اللي هو الممتاز طبعا الدالة دي انت ممكن تاخدها وتنسخها وتغير فيها الارقام وتعدل زي ما انت عايز وطبعا بعد كده بعمل حاجة اسمها دلة الكونت يعني بيعدي للارقام يعني مثلا انا عايزه يعد لي كم الف هنا فبعمل دالة اسمها كونت ال-F وبدله المدى من هذه الخلية اللي هي أترقبها E3 إلى آخر الخلية طبعا لو أنت هتزود عدد الطلاب يعني مثلا أنا آخر حاجة عندي هنا 37 لو أنت عايز تزود عدد الطلاب يبقى تلاحظ الآخر رقم هنا كم يعني مثلا هنا آخر رقم معي 39 فتلاحظوا في الدالة هنا آخر رقم معي 39 لو أنا زودت هنا يعني خلتها 40 لازم أروح في الدالة نفسها يعني اجي عند الدلة دي وارحم زود التسعة وثلاثين دي امسحها واكتبها اربعين يبقى بيحسب لي كده لحد اربعين طالب وطبعا بعد ما بسجلها ادوس انتر وبعدين اسحبها كده عشان يتم تطبيقها على بقية الطلاب تمام وبمجرد انه بيزيد هنا العدد هنا معايا بيتغير تمام بس طبعا انا ما كتبتش بيانات خلونا نكتب بيانات مثلا للطالب رقم تمانية وثلاثين ونكتب مثلا الطالب تمانية وثلاثين هنا ونكتب هنا اي درجة مثلا الطالب ده جاب سبعة وستين تلقائيا هنا هيكتب لي الاجابة جيم على طول عمل للحزبة وقال لي ان الطالب ده جاب جيم وهتروح فوق هتلاقوا على طول العدد تتغير الى تمانية وثلاثين طالب اهم شيء تعدل لو انت مثلا زودت طالب تيجي تعدل هنا لازم تعدل هنا اربعين اللي هو اخر رقم انت وصلت دي يعني مثلا انا وصلت هنا ليه اربعين يبا لازم اكتب منك اربعين لو انا عايز اقل العدد للطلاب مثلا انا عندي مثلا تلاثين طالب فقط يبا اخر حاجة اوصل لها كام اتنين وتلاثين هنا فلازم تروح عندي الخلية دي وتغير الرقم الاربعين ده وتخليه اتنين وتلاثين عشان يحسب لك اتنين وتلاثين طالب فقط بمجرد ان انت بتغير هو بيحسب لك الالف كام والباق كام والجيم كام والدال والها بعد كده بيحسب لك نسبة التفوق ونسبة التفوق اللي هي مجموعة الالف والباق وبيحسبها لك بنسبة مئوية من مجموعة الصفب الكامل وبعدين الجيم هي نسبة المتوسطين والدال والها اللي هي نسبة التدني وبعدين بيرسم لك رسم بيانة طلقائيا بيقولك ان النسبة كام بالنسبة للتفوق وبالنسبة للفاق المتوسطة وبالنسبة للتدني طبعا ده كشف معد جاهز على اساس يكون سهل عليكم تقدروا تعمله كل حاجة بكل بساطة ولو انتو عايزين تعرفوا الدوال اللي تعملت دي اتعملت ازاي اعملو لنا لايك على الفيديو ده ووصلو لخمسمائة لايك وان شاء الله اعمل لكم فيديو واشرح لكم الدوال دي ازاي اتعملت بالظبط بس ده كشف سريع ممكن تستفاد بي دلوقتي وتحلل نتيجتك واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته